كاتيوشا هي نوع من المدفعية الصاروخية التي بنيت في الأصل واستعملت من قبل الاتحاد السوفيتي السابق في الحرب العالمية الثانية تتميز بالقدر على توصيل كمية مدمرة من المتفجرات إلى المنطقة المستهدفة دفعة واحدة وبطريقة سريعة من مميزاتها أيضا أنها غير مكلفة وسهلة الإنتاج عادة ما بيتم تركيبها على شاحنات لتسهيل عملية إطلاق الصواريخ هذا يعطيها بالطبع ميزة الحركة من مكان لآخر مما يصعب القدرة على اكتشاف مكان وجودها هناك أنواع عدة لصواريخ الكاتيوشا منها ما يصل مدى إلى ثمانية كيلومترات ومنها ما تم تطويره ليصل مدى لعشرات الكيلومترات لكن كاتيوشا لا تخلو من العيوب أبرز هذه العيوب أنها أقل دقة عن مثيلاتها كما أنها تستغرق وقتا أكثر في إعادة تحميلها الكثير من الخبراء يرون أنه لا أهمية استراتيجية كبيرة أو عسكرية لهذه الصواريخ بقدر ما هو الرغبة في إحداث هلع أو انهيار نفسي لدى الطرف الآخر